جاءين من المجرد للفولة لقينا زول في الطريق رفعنا معنا الزول لا في الطريق والله الذي لا إلى غير وزول فيه خير نحسبه أول ما ماشيين في الطريق لقينا شجرة بتاعت سدر نبق نزلنا الناس بلقطوا في النبق الزول الأول ما دنقر شفت وراء لابس لها حجبات أسيبوا الريكلة أسيبوا الريكلة إن شاء الله في ختام المجلس ده حجبات طوالي بعد ركبة العربية تلطفنا بيه ودينا كلام طيب وهو زول فيه خير نحسبه قبل طلع سكينه ماشينا قدام طلع سكينه قطعه عليك الله شوف الحجبات دي اقسم بالله ده نفر واحد قدنا شرها لك شوفها حسبتها 22 حجاب ده نفر واحد بس يا جمال الموضوع ده وقال لنا والله أنا ما كنت عارف لكن رجعتي البيت والدي ذاته معلق لحجاب بقطع طوالي الله بس قال لنا تعالى وتكيفنا منه جدا والله ناس فيه خير والبلد ده جماعة ده ردعات تشتغل الناس تشتغل ولذلك الشبهة الأخيرة وحبيت اختم بها بيقول لك الناس الواقع في شنو ويتو في شنو الواقع ده علاجه كله الرد على الشبهة دي الواقع ده علاجه كله الناس ترجع عليها الله جماعة الرزق وين يا جماعة الدولار البنزلوا منه وهل رزقنا عينها للدولار ولا رزقنا فوق الناس ترتبط طوالي بالله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الناس البشكوا فيهم خير مدعلمين قل لك التبرج يا مولانا التبرج لتكالي السبب شنو لو في توحيد صاح وكامل البيت كان خافت من الله شانكذا الله ربط التبرج بالجاهلية زمان الشرك قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى البتل بتوحيد الله تاينما نقول لا ألبس الحجاب لأن الله قال في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن نقول لك الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم الناس البشكوا من عقوق الوالدين عقوق الأولاد قل لك يا مولانا الأولاد ويتم ما تتكلموا في العقوق العقوق دا معاو الشرك والبر معاو توحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين شنو إحسانا الناس البشكوا من الحروب ولك البلد قامت بيجاي وقامت بيغادي وجاتوا التوحيد قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم شنو الأمن وهم مهتدون الرزق البركة بلدنا دي أخفي بحرين ونعم وشجر فاك دا بركة بركة شان كذي قالوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون والله والله الذي لا إلى غيره وديك المانا أختم بي شفت العز في الدنيا والآخرة مش الدول دي أسي الآن العالم دا الآن مش في مية سبعة وتزعين دولة اقسم بالله شت شت اخافوا ويرجفوا لو الناس وحدت الله والله الذي لا إلى غيره بنص القرآن شفت التوحيد بنص السنة قال الله تعالى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعملوا شنو يعبدونني لا يشركون بي شيئا رسول عليه الصلاة والسلام في البخاري قال نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل ما يلاقي العدو بي شهر العدو بيرجف بخاف لأنه دين لأنه مربوط بالله لأنه القلوب بيد الله سبحانه وتعالى الناس التوحيد ده جماعة تركز فيه والبلد دي فيه خير لسه ما يقول لك العلمانية والجوطة والبنات وكذي لسه فيه نحنا السلفين ومشينا بابا نوسا والمجلد والفولة وبيغادل وبيض والله الناس دي لسه شوفت الجوطة دي هنا بره البلد دي بره هنا ذاته في خير خلي بره ذا بره كرم ورجالة وشباب لسه وبنات لسه باحترام ولسه البلد دي فيه خير أوعى الناس تحبط وأوعى الناس تفشل والناس الضايق تشتغل توحيد في المساجد ودعوه ما بيقدر يوقف دينا الله والله ما بيقدر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ويف لحد هنا لا إن ربك شنو لا بالمرصاد وأنا أختم لكم شفت الجوطة دي كلها ضد الدين أنا والله مرتاح بس اشتغل وتوحيد نص آية بس ولا آية نص آية أنا مطمن الله قال إن الله لا يصلح عمل أي زول مفسد ودار يفسد في البلد دي وفي غيره الله ما بيصلح عمل بس صبروا واشتغلوا توحيد وسنوا وبصروا الناس أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى ويرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه ويجعل عملنا كله صالحا ويجعله لوجهه خالصا موسيقى موسيقى موسيقى